ينمو إلينا من غزة المهندس أحمد عبد المنصق لجنة الطوارئ في بلدية غزة أهلا بك سيد أحمد دعنا نبدأ من أثر العدوان الأخير على القطاع وحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية بالقطاع في البداية يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها بلدية غزة من أجل ضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة لثلاث محاول أساسية أو لثلاث فترات زمنية الفترة الأولى نتكلم عن ما قبل العدوان الإسرائيلي هو 10 مايو وأثناء العدوان استغرق من 10 مايو إلى 21 مايو وما بعد هذا العدوان طبعا ما قبل العدوان كانت البلدية تعمل على ضمان وصول المواطنين للخدمات الأساسية في الظروف الطبيعية والظروف الغير طبيعية ومنها هي عمال طوارئ الشتاء طبعا كانت موجود هناك أكثر من 20 منطقة ساخنة في مدينة غزة كانت البلدية بحاجة لتوفير تمويل لا يقل عن مليون ونصف دولار من أجل التخلص من المناطق الساخنة الموجودة في مدينة غزة من أجل ضمان عدم غرق الشوارع والطرق الرئيسية والمنازل المحيطة في هذه المناطق الساخنة طبعا أثناء الحرب تعرضت البنية التحتية بشكل أساسي لعدوان كبير سبب أضرار كبيرة في البنية التحتية بنتكلم عن 200 ألف متر مربع من الأرصفة والطرقات تم استهدافة بنتكلم عن أكثر من 50 ألف متر طولة من شبكات المياه والصرف الصحي تم استهدافة بنتكلم عن 3000 متر طولة من شبكات تصريف مياه الأمطار تم استهدافة نتكلم عن 15 ألف متر طولة من شبكات الإنرارة تم استهدافة طبعا أثناء الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرصت البلدية على ضمان وصول المواطنين للحد الأدنى من الخدمات ما بعد الحرب دخلت البلدية في حرب أخرى وهو السيطرة وضمان وهو معالجة الأثار السلبية التي نجمت عن الحرب الأخيرة طبعا لحد هذه اللحظة لم تصل أعمال أو عمليات بلدية غزة تمويل لمعالجة كل الأضرار اللاجمة عن الحرب حاولت البلدية من خلال الموارد الموجودة التخفيف من الأثار التي قد تنجم عن دخول موسم الأمطار لمدينة غزة نتكلم عن زيادة في عدد المناطق الساخنة عن المناطق المحددة قبل الحرب نتكلم عن التي كانت بحاجة لمليون ونصف دولار اليوم نتكلم عن عشرات أضعاف هذا المبلغ لضمان وهو معالجة كافة الأثار السلبية التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي في شهر مايو نأتي سيد أحمد إلى عمل لجنة الطوارئ كيف يتم التنصيق بين البلديات وما الخطة المطروحة من قبلكم للإصلاح؟ والله في البداية منذ انتهاء الحرب وأثناء الحرب يوجد لجنة مشكلة من بلدية غزة تقود عمليات الطوارئ طبعا هذه اللجنة الفرعية الملبثقة من اللجنة المركزية بإشراف وزارة الحكم المحلي طبعا يوجد عمليات تنصيق مع جميع أجسام التي تعمل على إيصال الخدمات للمواطنين من وزارة الحكم المحلي من مصلحة بلديات الساحل من البلديات الأخرى من شركات الكهرباء الجميع يعمل لهو ضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطن في الظروف الطبيعية والظروف الغير طبيعية منذ انتهاء الحرب الأخيرة عملت لجنة الطوارئ بالتنصيق مع كل الأطراف على التخفيف من الأثار السلبية الموجودة في مدينة غزة المناطق التي تعرضت للقصف نتكلم عن أكثر من 85 موقع في تابع لبليد غزة تم استهدافه بشكل مباشر طبعا طواقمنا عملت على تخفيف هذه الأثار قمنا بإيصال بعض خطوط الأمطار قمنا بإيصال بعض خطوط الصرف الصحي لكن هذا لا يكفي المناطق التي تعرضت لاستهداف بحاجة لمشاريع تمويلية بحاجة لتدخل دولي لمساعدة البلدية حيث أن العدوان استهدف البنية التحتية بشكل أساسي والقزائف التي تم إسقاطها على مدينة غزة عملت على ارتجاجات كبيرة في البنية التحتية نحن نخشى من قدوم موسم الأمطار الذي سوف يكشف من خلال الأمطار المتوقع حطولها والتي نتوقع أن يكون موسم بكميات أمطار قد تكون غير مسبوقة هذا موسم الأمطار بحاجة لإستعداد جيد من بلدية غزة ما قبل العدوان فما بالنا الآن نتكلم عن عدوان استهدف البنية التحتية نحن نعمل في لجنة التوارع على التخفيف من جميع الأثار المتوقعة ونناشد المؤسسات الدولية والمجتمعات الدولية بالتدخل لتسهيل عمليات وصول المشاريع التمويلية التي ستعمل على معالجة الأثار السلبية التي تعرضت لها قطاع غزة ومدينة غزة لضمان زيادة قدرة البلدية في مواجهة الأثار السلبية لطوارع الشتاء وتعزيز صمود المواطن في مدينة غزة وقطاع غزة نأتي هنا أيضا إلى نقطة المواطن هل بإمكان أو كيف يمكن أن يساعد المواطن الآن في ظل كل هذه الظروف للتخفيف من مخاطر ما قد يسببه فصل الشتاء في كل موسم يتم إرسال رسائل للمواطن لمساعدة بلدية غزة على مواجهة هذه الأثار من ضمنها الرسالة الأساسية هو عدم إلقاء النفايات في الطرقات والتجمعات والطرق الرئيسية التي تسبب انجرافها انغلاق للمصارف التي تعمل البلدية على تنظيفها نتكلم عن 4000 مصرف موجود في مدينة غزة قامت تواقمنا ولا زالت تقوم بعملية تنظيف لهذه المصارف طبعا المواطن بإمكان المشاركة في تنظيف المصارف والمشاركة في إزالة الرمال والعوالق الموجودة أمام المنشأة حيث أن سيول الأمطار ممكن أن تعمل عملية انجراف لهذه الأوساخ والأتربة وتعمل على انغلاق المصارف الموجودة في المدينة وبالتالي تعمل على عدم استعاب الأمطار الموجودة أو القادمة لهذا المصرف وتعمل على غرق المنطقة في كل موسم نقوم بإرسال رسائل للمواطن أن نرغب في التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال الحفاظ على المنشآت والحفاظ على الطرق خالية من الأوساخ ومساعدة البلدية في كنس وإزالة الأتربة هذا سوف يساعد البلدية في ضمان اللي هو نضافة هذه المصارف وبالتالي استعاب كل كميات الأمطار وهذه الرسالة طبعا نقوم بشكل دوري بنشرها للمواطنين وبحمد الله يوجد تعاون من المواطنين ونرغب في زيادة مشاركة المواطن في تحقيق هذا الهدف المهندس أحمد عبدو منصق لجنة الطوارئ في بلدية غزة شكرا لك